من غزة نيجي إلى مصر والقاهرة وقرار مجلس الوزراء اللي صدر بالأمس اللي ليه علاقة بإعفاء الدهب الوارد من خلال المنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من الخارج إلى مصر إعفاءه من الضريبة الجمركية والرسوم وكل الرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة وهذا القرار حينما يطبق هيطبق على مدار ستة أشهر والنهاردة بحكم صدور هذا القرار بالأمس وللسه لم يدخل حيث التنفيذ بعد إلا أنه مجرد صدوره كان لي صدى في السوق وده أثر على أنه أسعار سبائك الذهب النهاردة شهدت تراجعا طفيفا بالتزامن مع تراجع سعر جرام الذهب يعني النهاردة السبيكة وزن جرام سجلت حوالي 2891 رغم أن يمكن في افتتاحها أو في مستهل اليوم كانت في حدود الـ 2900 مبارح كانت أزيت شوية فسعر الجرام بالنسبة للسبيكة الذهب النهاردة كان وصل إلى 2891 وبالتالي سعر السبيكة الذهب اللي هي وزن 100 جرام سعرها وصل إلى 289100 جنيه طيب فيما يخص هذا القرار شعبة الذهب الحقيقة كانت من مبارح توقعت أنه بعد هذا القرار وحتى ما قبل تنفيذه إلا أنه مجرد صدوره هيحدث تراجعا في أسعار الذهب وده بالفعل اللي احنا شفناه النهاردة بل شعبة كمان بتتوقع أنه حالة الانخفاض في أسعار الذهب هتفضل مستمرة على مدار الأيام القادمة على الجانب الآخر دكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية كان صرح وقال أنه يعني هذا القرار أو الفترة المقبلة هتشهد زيادة طرح المشغولات الذهبية في الأسواق بعد قرار مجلس الوزراء وأنه القرار ده هيساهم في زيادة حجم المعروض في السوق وبالتالي يؤدي بشكل مبدأي إلى استقرار الأسعار بل وانخفضها انخفض أسعار هذا المعدن الثمين على مدار الفترة القادمة وأن الجنيهات الذهب والسبائك نلاحظ بقى هنا عشان دي بعض التفاصيل علاقة بالقرار لحين صدوره بقى بكل التفصيل دكتور إبراهيم عشماوي قال أنه الجنيهات الذهب والسبائك سبائك الذهب الواردة من الخارج ليس عليها ضريبة قيمة مضافة ضريبة القيمة المضافة بتكون على المشغولات الذهبية وقال إنه وده أكده دكتور إبراهيم عشماوي فبالتالي ضريبة القيمة المضافة هتبقى مستحقة على المشغولات الذهبية الواردة من الخارج على المصنعية بس طيب بالنسبة للجنيهات الذهب والسبائك اللي جاي من برة كنت بتساءل مبارح الكمية إيه؟ هل تم تحديدها ولا لأ؟ آخر المعلومات إنه لسه ده هينظر ويناقش على مدار الأسبوع القادم قبل اتخاذ يعني أو إعلان تفاصيله ولكن دكتور إبراهيم عشماوي كان بيتكلم على إنه السبائك وجناهات الذهب الكميات مفتوحة وده بالنسبة لي لم أكن أتوقع كنت أتوقع أن يبقى فيه تحديد إما للكميات من حيث الوزن أو المقابل المالي لكن دكتور إبراهيم عشماوي كان تصريحاته في إطار إنه الكمية هتكون غير محددة مفتوحة أوضح كمان أنه الهدف من هذا القرار اللي لما يطبق يطبق على مدار ستة شهور فقط هو أنه يعمل نوع من الانضباط بالنسبة للأسعار الذهب في السوق المصري ويبقى وأنه الأسعار في مصر بالتالي بعد تطبيق هذا القرار هتكون مش مختلفة عن الأسعار الذهب في كل ماين مثلاً الإمارات والمملكة العربية السعودية ونوها بأنه مشروع القرار الحكومي هيتم إحالته إلى مجلس النواب وحالة قبوله في مجلس النواب وإقراره والموافقة عليه يبدأ يخش بقى حيز التنفيذ ويطبق رسمياً شعبة الدهب زي ما قلت لحضراتكم كانت قالت إنه ولزالب بتقول أنه هذا القرار مجرد صدوره وهو مشروع قرار لحن ده بقى محال إلى مجلس النواب ويتم العمل به كل هذه الرحلة هنشهد فيها انخفاض في أسعار الدهب في السوق المحلي طيب خلينا نعرف تفاصيل أكتر بشكل أو بآخر عن هذا القرار ومضمونه الوزن وموضوع المشغلات الذهبية طيب ضريبة القيمة المضافة بيكون عليهم قد إيه في هذا الإطار يسعدنا أن نرحب ما وصلناش طيب مش هنرحب ما وصلناش لكن زي ما قلت لحضراتكم دي بعض التفاصيل اللي أصبحت متاحة الآن لم تكن متاحة بالأمس وأعتقد أنه مطلع الأسبوع القادم أو بحلول منتصف الأسبوع القادم هيكون تمت عدد من اللقاءات واللي من خلالها هيصدر بيان بالتفاصيل كلها حول هذا القرار اللي هيحال تباعا بعد كده إلى مجلس النواب ليتم نظره